إغلاق تطبيق يوتيوب فانسيد لأسباب قانونية بعد تهديد من جوجل مرحبا بكم أصدقائي أولا صلوا على الحبيب في البداية لا تنسوا الشركة في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد هيا لنبدأ تم إيقاف تطبيق يوتيوب فانسيد الشهير بعد تهديد قانوني من جوجل كشف منشئ فانسيد على أنه سيتم إغلاق المشروع في الأيام المقبلة مع تعيين روابط التنزيل التي ستتم إزالتها وسيستمر التطبيق في العمل لأي شخص قام بتطبيته حاليا على أندرويد بدون أي تحديثات مستقبلية فمن المحتمل أن يتوقف عن العمل في وقت ما قريبا ويقول مالك فانسيد أنهم ضروا إلى إيقاف المشروع لأسباب قانونية أرسلت جوجل مؤخرا إلى مالك فانسيد خطاب وقف وكف مما أجبر المطورين على التوقف عن توزيع التطبيق وتطويره المسؤول من فريق فانسيد في رسالة ديسكور طلب منا إزالة جميع الإشارات إلى يوتيوب وتغيير الشعار وإزالة جميع الروابط المتعلقة بمنتجات يوتيوب وفانسيد هو تطبيق يوتيوب شهير تابع لجهة خارجية لنظام أندرويد خاصة لأنه يسمح لمستخدمي يوتيوب بحضر جميع إعلانات الفيديو على يوتيوب بدون اشتراك بريميوم ويتضمن فانسيد أيضا سما سوداء حقيقية وتخصيصات غير معروضة في تطبيق يوتيوب فور أندرويد الرسمي سأترك لكم رابط التطبيق في أول تعليق وأيضا ما رأيكم بعمل فيديو حول تطبيق يوتيوب بريميوم ورابط تحميله مجانا إذا وجدت تفاعلا حول هذا الفيديو سأقوم بنشر طريقة تحميله وشكرا لكم على المتابعة دمتم في أمان الله مميزات تطبيق يوتيوب فانسيد النسخة المعدلة من تطبيق يوتيوب الرسمي مميزات بريميوم تبقوا معي حتى الأخير مميزة البرنامج كثيرة ومنها مشاهدة الفيديوهات بدون إعلانات مميزة تحميل الفيديوهات مباشرة دون الحاجة لسناب تيوب مميزة خفض ورفع الصوت ومستوى الإضاءة من خلال السحب على الشاشة للأسفل أو للأعلى التحكم في تشغيل الفيديوهات من خلال شريط الإشعارات مميزة تشغيل الفيديوهات في الخلفية أثناء تصفح الهاتف مميزة تشغيل الفيديوهات في نوافذ مصغرة مميزة تشغيل الفيديوهات والاستماع إليها ناء إغلاق شاشة الهاتف والكثير من المميزات الأخرى سأترك لكم رابط هذا التطبيق أسفل هذا الفيديو وشكرا لكم على المتابعة دمتم في أمان تشغيل الفيديوهات في نوافذ مصغرة